أهلا بحضراتكم مرة تانية عزائي المشاهدين تفتكر حضراتكم الحلقة اللي فاتت يوم لتنين كنت مقدم لحضراتكم ببرزنتيشن يعني بروشيكت دا أو مشروع كان عن كيف تتعامل الأندية القبرى في قطعات الناشئين أما بين قصين الأكاديميات أكاديميات الخاصة بالأندية الكبيرة إزاي بيفراغوا الأبطال وإزاي بيطوروا اللاعبين بشكل علمي كبير جدا اتكلمنا عن أداء وأهداف الأكاديميات وكنا بتكلمنا على آيكس وإزاي آيكس كان الهدف الأساسي منه أنه يطلع ثلاث لعيبة خلال كل ثلاث سنوات لازم يكون على الأقل ثلاث لعيبة موجودين في الفريق الأول وكمان اتكلمنا في آيكس أن حوالي 33% من اللي بيلعبوا في الدور الهولندي هم أصلا خريجي أكاديميات آيكس يعني على طريقة كمان التسويق وكمان المكاسب المادية اللي اتحققت بشكل كبير جدا جدا لآيكس من خلال الأكاديمية بتاعة آيكس بحوالي بنتكلم في أكتر من 260 مليون يورو خلال السبع سنين اللي فاتوا تكلمنا عن البودجت للأكاديميات وإزاي الناس بتشتغل يعني من خلال تواجد كمان في أوروبا الاهتمام كبير جدا جدا بهذا القطاع القطاع ده بروجيكت الواحد والقطاع ده مشروع الواحد وبجانب طبعا الفريق الأول البروجيكت ده الأساس بتاعه بيقدم الفريق الأول وزي ما بقول لحضراتك وكمان هنتكلم النهاردة عن الأندية الكبيرة الأخرى بنتكلم على الأرسنل على سبيل المثال إزاي الأرسنل وأكاديمية الأرسنل بتشتغل عشان يعني تطلع المواهب للفريق الأول أهدافها إيه طب بتشتغل إزاي واتكلمت مع حضراتك وكمان في عملية مهمة جدا جدا إن آيكس على جزء السكاوتينج الكشفين أكاديمية آيكس زي ما قلت لحضراتك ويوم الاتنين اللي فات عندها خمسين سكاوت يعني خمسين شخص بيعملوا سكاوتينج في قطاع هولندا بس وخمسة على مستوى العالم يعني البحث عن المواهب والكشف عن المواهب محتاجة عمل كبير جدا ومحتاجة شغل كبير جدا مش بس على مستوى الإقليمي لا الناس بتشتغل على مستوى هولندا على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم ودول الدبارتمين ده موجود جوه أكاديمية آيكس بشكل كبير تعالوا مع حضراتكو كمان نشوف إزاي أرسنل فريق آرسنل للإنجليزي الأكاديمية الكبيرة لآرسنل إزاي بتشتغل من خلال الهدف بتاحهم قدام حضراتكو الهدف بتاحهم هو يعني إزاي ننتج لعيبة للفريق الأول يعني هو ده الهدف الأساسي لآرسنل محددش العدد مع آيكس محددين تقريبا تلات لعيبة كل سنتين مع الأرسنل طبعا بنتكلم على إزاي يجهز أكبر عدد من اللعيبة للفريق الأول فوق أرسنل فينجا طبعا ده كان يعني الهيد كوتش لفريق الأرسنل كان بيتكلم أن إحنا فوقس أولي على الكواليتي يعني إحنا بنشوف الكواليتي وده مهم جدا إحنا بنتكلم على الكواليتي ولا بنتكلم على الكام بنتكلم على الكيف ولا الكام يعني أنت بتطلع لعيب كواليتي محتاج قد إيه إن شاء الله تطلع عدد قليل إن شاء الله لعب كل سنة ولكن الكواليتي مهم جدا جدا في طبعا أكاديمية آيكس أكاديمية أرسنل الإنجليزية نروح للصورة اللي بعديها كمان الصورة دي مهمة جدا واتكلمت مع حضراتكم فيها يوم الاثنين ان للأسف هنا في قطعات النشئين بعض المدربين بيبدأ يشتغل مع اللعيبة بشكل تكتيكي في سن 10 و 11 و 12 سنة ايكس لو تبتكروا انه الهيدلاين او حضراتكم الشريط الغامئ دوت بيقول ان اكاديمية الارسنال start of tactical work من سن 14 سنة من سن 14 سنة بيبدأ المدربين تشتغل جزء تكتيكي تكتيكي فيه فرق بين التكتيك والتكنيكل الفني والتكتيكي احنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا ان فريق الارسنال بيبدأ مدربينه يشتغلوا على الشكل التكتيكي من سن 14 سنة وزي ما بقول لحضراتكم يعني هو كل ال data موجودة قدام حضراتكم عدد المدربين قد ايه بتتكلم على الماتشات يعني الماتشات شغلة ازاي على حسب السن فيه بتلعب خمسة ضد خمسة فيه بتلعب ستة ضد ستة سبعة ضد سبعة لغاية عشرة ضد عشرة وبعدين بتخش على الطبيعي حداشر ضد حداشر كل ده ليه سن معينة طبعا اكاديمية الارسنال على حسب السن على حسب ما بتلعب يعني مساحات الملعب وللأسف هنا بعض قطعات النشئين وبعض الاكاديميات بتشتغل مع اللعيب بدون دراسة علمية وبالتالي هتلاقي لعيبة عندها عشر سنين بتلعب على ملعب كبير انت ما بتستفدش حاجة او بتلاقي فريق مثلا عنده ستتاشر سبعتاشر سنة بيلعب سبعة ضد سبعة كل دوت غلط عندنا هنا في طبعا الارسنال بيشتغلوا بشكل اكتر من رائع نروح للصورة اللي بعد كده الكي فاكس الكي فاكس يعني دوت مفتاح الحقيقة يعني ايكس اللي بيهمه في الموضوع بهمه في الموضوع انه زي ما بقول لحضراتكو نقطة نمرة ثلاثة وده النجاح بتاع الاكاديمية يعني في موسم من المواسم خلاص عندنا خمس لعيبة في الفريق الاول دول تم اختيارهم من الاكاديمية ده كان في موسم 2010-2011 كمان بنتكلم على تاني على موضوع السكاوتينج الارسنال طبعا الفوكس على السكاوتينج بمعنى الكشف عن المواهب بشكل اكتر من علمي وبالتالي بيوسعوا قاعدة الاختيارات وزي ما بقول لحضراتكو كل اكاديمية وكل مدرسة بتدور على شكل معين من المواهب مش اي لعيب بيبقى اه ده مثلا بيعمل دريبل كويس او بيعمل مهارة بشكل او باخر لكن فيه كمان معايير محددة لكل اكاديمية على حسب المدرسة اللي بتدور عليها نروح للسورة اللي بعد كده اه دي طبعا زي ما بقول لحضراتكو اتكلمنا فيها اهم ما في الجزئية دي ان طبعا الاكاديمية قدمت خمس لعيبة للفريق الاول للارسنر وكمان بيقول لك فيه 180 لعيب في الاكاديمية بيتقدمه خلال السنة نروح للسورة اللي بعدها مهم جدا مهم جدا بنتكلم على الارسنفينجر طبعا الجزء اللي تحت خالص تحت في المربع الاخدر مهم جدا الفريق الاول وربطه مع الاكاديمية بيقول لك ارسنفينجر كان بيشاهد يعني المدير الفني المدير الفني وعلاقته بالاكاديمية ان المدير الفني الارسنر ارسنفينجر طبعا كان المدير الفني في الوقت دو بيقول لك هو بيتابع كل المباريات للاكاديمية للفريق التاني والفريق التالت وده مهم جدا جدا ان انت كمان العلاقة ما بين المدير الفني والاكاديمية لازم تكون علاقة مرتبطة بشكل كبير جدا جدا نروح السورة اللي بعدها الصورة اللي بعديها او طبعا التلت حاجات اللي بيدور عليها ايه اكاديمية الارسنر بنتكلم على التالنت على الموهبة انتليجنس بنتكلم على الزكاء وبنتكلم على الموتيفيشن ارسنفينجر زي ما بقول لحضراتكم بيتفرج على المتشاط دي عشان يبص على اللعيبة اللي عندها التلت نقات دول وده مهم جدا انتك بتدور على ايه انت بتدور على تالنت بتدور على الموهبة والشكل الموهبة دي يكون عامل ازاي ده مهم جدا بتتكلم على يعني الزكاء او المهارة الزكاء في الكورة اللي هو بتتكلم على بلغة الكورة كده اللعيب اللماح المختلف اللي بيعمل لك بيعمل لك بس مش متوقع عنده زكاء جوه الملعب دي موهبة الناس بتدور عليها والجزء التالت ده كمان جزء مهم جدا الموتيفيشن الولاد الصغيرين اللي عندهم موتيفيشن عندهم مروح قتالية من هو صغير ده كمان مهم جدا بيدوروا عليه في اكاديمية الارسنال اكاديمية الارسنال زي ما بيقولك اكاديمية كبيرة جدا بنتكلم على ارسنبينجر بيتكلم على تلات نقاط مهمة التالنت الزكاء وكمان الموتيفيشن زي ما بقول لحضراتكو كمان يعني مهم جدا نحن نعرف دوت عرفنا ايكس بيشتغل ازاي ايكس عايز تلات لعيبة كل سنتين ارسنال بيدور اكاديمية ارسنال بيدور على اكبر عدد من المواهب في الاكاديمية او في قطاع النشئين يمثل الفريق الاول 2010 2011 عندهم خمس لعيبة من الاكاديمية كانوا بيمثلوا الارسنال مع الفريق الاول طيب عندنا كمان برشلونة نبص كمان على برشلونة من اهم الاكاديميات في اوروبا وفي العالم برشلونة يعني بتقدم مش هقولك مشروع لأي حد عايز يكشف عن المواهب لكن طبعا مهم جدا ان احنا نعرف كمان الهدف من أكاديمية برشلونا ده مين سكواد ويز بلاير فروم ده أكاديمي يعني هو كمان بيتكلم انا مش عايز واحد ولا اتنين ولا تلاتة انا عايز معظم لعيبة الفريق الاول تكون خريجة الأكاديمية بتاعتي معظم اللعيبة ده بنتكلم حضراتكو في المين في المين جول بتاعنا ده الهدف الرئيسي هدف برشلونا نتكلم على معظم معظم لعيبة الفريق الاول بتشتغل من خريجي الأكاديمية نروح للصورة اللي بعديها لو تفتكروا الارسنال كان بيشتغل ازاي الارسنال كان بيشتغل سن 12 سنة بيبدأ المدربين يشتغلوا على الجزء التاكتيكال هنا في برشلونا المدرسة مختلفة برشلونا بيبدأ التاكتيكال وارك من سن 8 سنين عشان اعرف حضراتكو اختلاف المدارس اختلاف المدرسة الانجليزية بتشتغل ازاي المدرسة الانجليزية ما بتهتمش او مش هقول ما بتهتمش لكن بتدي دروس تاكتيكال في سن 12 سنة الاكاديمية الاسبانية بتقدم التاكتيكال المستوى التاكتيكي لعناصر من الولاد اللي عندها 8 سنين برضو الفورميشن اتكلمنا عليه برضو مهم جدا طريقة اللعب طريقة اللعب كانت في برشلونا او في الاكاديمية بتعتمد على 4-3-3 اللي هي طريقة الفريق الاول لبرشلونا المعتادة اللي كلنا عارفينها طريقة 4-3-3 وبذلك للربط مهم جدا الربط ما بين الفريق الاول والاكاديمية عن طريق اشراف المدير الفني بنفسه على الاكاديمية والفرق الفريق الشباب والفريق اللي قابليه ده مهم جدا طريقة اللعب لازم تكون كل طرق اللعب موجودة في الاكاديمية طبع يعني فكرة ووجهة نظر وطريقة لعب المدير الفني للفريق الاول ده مهم نروح للي بعديها تاني ده طبعا بنتكلم على اكاديمية برشلونا خرجت مين يعني خرجت اسماء مين بنتكلم على اسماء كبيرة جدا جدا لعبة على مستوى الشامبينزليج على مستوى العالمي بنتكلم على يعني فيكتور بالديز بنتكلم على ميسي بنتكلم على جافي بنتكلم على فابريجاس بنتكلم على رافينيا بي بي بنتكلم على تياجو موتا بنتكلم على بيدرو بنتكلم على تياجو الكنتارا بنتكلم على سيرجيو بوسكتس بنتكلم على اسماء كبيرة جدا جدا خرجت هذه الأكاديمية العظيمة أكاديمية برشلونة وإزاي الأكاديمية دي خرجت كل هؤلاء النجوم والنجوم دون على مستوى المنتخبات على مستوى الأندية حققوا التشامزليج حققوا كاس العالم حققوا كل البطولات فالبداية مش من فوق البداية والتصحيح مش من فوق اللعيبة اللي قدام حضراتكو دي اتعلموا وتدربوا وتأهلوا وتطوروا خلال سنوات طويلة جدا جدا أسماع كلها عظيمة على رأسها ميسي ميسي موهبة جبيرة جدا جدا ولكن التطوير حتى للموهبة ده شيء مهم جدا وأكاديمية برشلونة قدتنا نمازج عظيمة لهؤلاء اللعبين وكيفية التطوير نروح للصورة اللي بعد كده ده ده مختصر طبعا ده يقولك لمسية طبعا ده اسم الأكاديمية الأسبانية اللي برشلونة ميدل كوليكشن ده سموهم كده الحاصلين على الميداليات الناس الأسماء اللي قدام حضراتكم لنا قلتها قبل كده كلها حصلت على ميداليات سواء على مستوى على مستوى الفريق الأول على مستوى المنتخبات على رأسها طبعا ميسي والأسماء العظيمة اللي احنا شفناها بشكل أكثر من رائع يبقى شفت حضراتكم اختلاف المدرس عامل ازاي؟ يعني شفت اختلاف المدرسة وده مهم جدا مش أي حاجة تدرس أو تديها للولد اللي في الأكاديمية الأرسنال بيشتغل تاكتيكال في سن 12 سنة كل الفرق اللي تحت 12 سنة مفيش حاجة اسمها تاكتيكال مفيش لسه التاكتيكال قال لك لا ده بعد 12 سنة يبدأ ياخد التاكتيكال لكن عندنا أجزاء مهمة جدا لقبل 12 سنة ييجي برشنون يقول لك لا أنا مدرستي مهتمة جدا بالتاكتيكال مهتمة جدا بالنواحي التاكتيكية وبالتالي لا أنا درس الولد اللي عنده 8 سنوات أدرسله من هو عنده 8 سنين إزاي يشتغل في الجزئية دي اختلاف المدارس برشلونة بيقول لك أنا بشتغل الأكاديمية بتشتغل عشان يكون معظم معظم اللعيبة بتاعتي اللي موجودة في الفريق الأول هي خرجة الأكاديمية أرسنال يقول لك لا أنا عايز أكتر عدد معين لكن مش ههتم بأن كل الفرقة تكون موجود من الأكاديمية آيكس بيقول لك أنا عايز ثلاث لعيبة خلال سنتين الأهداف مختلفة اللي جاي أعتقد عندنا باير ميونيخ طيب يعني زي ما بقول لحضراتكم الأهداف مختلفة أنا بقول ده ليه عشان نبدأ نربط الكلام دوت لو إحنا عايزين نعمل مشروع ودايما الناس بتتكلم على مشروع تطوير الكرة المصرية أنا بدي نموذج أنا بدي نموذج يعني أنا بدي نموذج إزاي نشتغل والنموذج دايما لما تيجي تعمل مشروع تبص لمن عمل نفس المشروع بنجاح كبير جدا وتبدأ تاخد منه مش هقولك تعمل كوبي بيست لا تاخد منه الناس دي بتشتغل إزاي ونقطة مهمة جدا حاجلها لحضراتكم إن المدربين اللي شغالين في هذه الأكاديميات أو قطاعات الناشئين دول معاهم الويفا ليسنز الـ A والبرو الـ A والبرو حاجلها لحضراتكم لإن الناس بتتكلم مدرب قطاع الناشئين دوت يعني واحد لسه معتازل شوية عنده خبرات في الكرة فيبدأ يمسك فرقة ويدربها لا لا الكلام ده مش موجود هناك انت على الأقل يكون عندك الـ A لائسنز على مستوى الشباب ده في أكاديميات بتقولك لازم يكون عندك البرو لائسنز البرو اللي يمكن في مصر ما فيش حد عنده البرو لائسنز غير عدد قليل جدا من المدربين حتى مدربي الفرق في الدور المنتز ما عندهاش هذه الرخصة الرخصة دي لازم تكون موجودة علشان يدربوا في الأكاديميات ويبدأوا يطوروا اللعيبة نروح نشوف باير ميونيخ على مستوى القرى الألمانية ازاي بيشتغلوا هنا بيقولك طبعا يعني هو بيتكلم على top quality top quality وكمان يكون موجود الألماني احنا بنتكلم على جزئية مهمة جدا وان طبعا تاني انه يكون عنده الأولوية للعب للفريق الأول لباير ميونيخ طبعا بيتكلم على top quality وزي ما عارفين الباير دايما عنده فريق على أعلى مستوى والخريجي بنتكلم على توماس مولر بتتكلم على توني كروز بتتكلم على نوير بتتكلم على كلها نجوم كبار جدا خريجي هذه الأكاديمية نشوف الصورة اللي بعديها الصورة اللي بعديها المدرسة الألمانية بتبدأ tactical works مع 11 سنة يبقى تكلمنا على Arsenal بتتكلم على Arsenal بتبدأ من 12 سنة بتتكلم على بارشلونا من 8 سنين المدرسة الألمانية بتشتغل مع الولاد اللي عندهم 11 سنة في جزء tactical work 4-4-2 ده الجزء اللي الأكاديمية الألمانية باير ميونيخ بيشتغلوا عليه تقول لي دلوقتي ما بلعبوش 4-4-2 يعني في جزء في المشروع دوت كان بلعبوه 4-4-2 وخلي بالكو 4-4-2 ومشتقاتها يعني وارد جدا يبقى 4-2-3-1 أو 4-4-2 فلات أو دايمون على أساس أن أنت بتشتغل أربعة في الدفاع لكن الأربعة الموجودين مش فلات أربعة بيشتغلوا واحد مرتكز واحد على يمين واحد على شماله واحد قدام واثنين رأس حربة كمان دي مدرسة مختلفة كمان type of matches زي ما بقول لحضراتك تاني بيركز جدا على 7-7 لغاية 10 سنين وبعدين يبدأ عنده 11 سنة أو 12 سنة يبدأ دخله فكلها مدارس مختلفة كلها مدارس مختلفة وزي ما بقول لحضراتك مهم جدا أن أنت تهتم بالقطاع دوت يعني للأسف قطاعات كتير يمكن عندنا في النادي الأهلي الحمد لله مهتمين بشكل أكتر مراعب خليني نفسي تكون أكاديمية النادي الأهلي الأهلي أكاديمي زي برة قطاع الناشئين ماشي لكن آه إحنا عندنا أكاديمية النادي الأهلي يدل للبرائم لكن كمان نخلي الصورة مختلفة ونشتغل أو بدأنا نشتغل بالصورة اللي حضراتكم شايفينها أن يكون عندك الهدف التارجت إيه الهدف الأكاديمية عندنا في النادي الأهلي لازم يتحض الهدف لازم كل سنة على الأهلي اتنين موجودين من قطاع الناشئين أو من الأكاديمية يكونوا موجودين في الفريق الأول طريقة اللعب لازم كل طريقة اللعب تتوحد من كل الفرق أن يكون عندك طريقة اللعب واحدة مين اللي هيحطها المدير الفني للفريق الأول عايز تلعب 4-2-3-1 كل القطاع يلعب 4-2-3-1 بمشتقطها يعني ممكن ده اللي يتعلمه للولاد لكن ممكن وارد جدا تألف في المباراة 4-3-3 وارد 4-4-2 وارد لكن الأساس هو 4-2-3-1 عشان الولد لما يطلع يلعب في الفريق الأول خلاص هو مش محتاج يشتغل تاكتك خلاص هو عارف الـPosition أنا بدافع إزاي بهاجم إزاي بقف إزاي فكل دوت يعني بقدم لحضراتك دوت علشان نحط رجلنا على الطريق الصحيح ده وده 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 يعني هنا في المحترف بإذن الله عندنا حاجات كتيرة جدا جدا على مستوى التطوير إذا كان على مستوى المدربين أو على مستوى اللاعبين هنقدمها هنا لحضراتكم إن شاء الله كل الخير لطبعا نادينا النادي الأهلي والكرة المصرية نطلع فاصل سريع ومعانا طبعا نجمنا يعني عمر صبحي هيتكلم معانا النهاردة في حاجات كتيرة جدا جدا نتكلم عن النادي الأهلي عن المدرب الجديد هو شايفه إزاي هنتكلم كمان على النادي الأهلي المرشح بقوة يكون أفضل نادي في أفريقيا وده مش جديد عن النادي الأهلي غير ملفات أخرى كثيرة بعد الفصل